وانا بعد جاهز وانا جاهز وانا جاهز كلنا جاهزين وانا جاهز لا تنسون تسوين سبسكرايب للقناة وانا جاهز لا تنسون تسوين سبسكرايب للقناة اذا انت في المرحلة الثانوية او عندك احد في المرحلة الثانوية خلوكم معانا في برنامج جاهز من قناة ثانوية عبدالله الحمد راح انتوقع لكم اهم الاسئلة اللي راح تجي في اختبارات لفصل الدراسي الاول تابعونا 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 ما بقى شيء عن الامتحانات الفصل الدراسي وأكيد طلاب الثانوية العامة وأسرهم في حالة قلق لكن اليوم مع الجاهز ما فيه قلق بل نجاح وتفوق بذن الله تفاصيل عن مشروع الجاهز وشن اللي قدمه لطلابنا الرحب بضيوفنا الأستاذ ناصر النعمة مدير مساعد مدرسة عبدالله الأحمد الصباح الثانوية والأستاذ حسين باقر مدير مساعد مدرسة عبدالله الأحمد الثانوية حياكم الله نورتونا هذا المشروع جدا جميل خاصة في ظل الامتحانات الحين وفي فترة الامتحانات وطلاب الثانوية دائما يحاتون شون بي بالاختبار شون ندرس حق هذه المادة شون نجهز لها نبي ناخذ فكرة عن مشروع جاهز أستاذ ناصر في البداية أول شيء أنا أشكر قناة الراي للمرة الثانية تقابلني في موضوع البث اللي احنا عاملينا ومشروع جاهز يمكن تذكرين نهاية الفصل الدراسي الثاني اللي هو كان العام بدأ المشروع في عملية أننا كنا نصور بتليفون ونبث حق طلبتنا يعني طلبة الثانوية مالتنا لكن اكتشفنا أن عدد المشاهدات طافت الخمسة وعشرين ألف هذه السنة كان عندنا إصرار في أن هذه العملية تتطور وتكون بشكل علمي ومنسق وستيديو ومخرج أستاذ حسين تكون مرتبة بشكل أكبر وبالفعل بدأنا ببداية السنة ونقينا خبرات تربوية موجودة في الميدان انطلقنا مو بس مدرستنا للمحيط الخارجي سواء كان المنطقة التعليمية أو المناطق الأخرى والحمد لله يعني النجاح قبل لا نبدي اليوم اليوم والأمس رافعين آخر حلقة والعالم المشاهدات بالألاف يعني أنا شاهدت على ولادة هذا المشروع مثل ما يقولون وإن شاء الله تكونوا مستمرين في سنة وراء سنة هذا النجاح الجميل الحلقة في البداية هو نتيجة هذا التطور الكبير الذي حصل الحين في هذا المشروع أستاذ حسين كلمنا أكثر عن بداية هذا المشروع وشون كانت يعني بلحظة تخطيطكم له طبعا أستاذ ناصر هو صاحب الفكرة وإستاذ يوسف بسكندر مديرنا يعني العام بدأ فيه تصوير مثل ما قال أستاذ ناصر إنه تلفونات وكان الموضوع مختصر على الطلاب المدرسة هالسنة ما شاء الله عليهم أستاذ ناصر وأستاذ يوسف بسكندر وقعدنا باجتماع لا حبوا يطورون الموضوع بشكل مطور أكثر واحترافي أكثر نعم وكل اللي اشتغلوا ويانا صراحة غالبية اللي اشتغلوا ويانا في المدرسة نعم الاستوديو من تصميم ومدرس عندنا في المدرسة نعم شفت الاستوديو كنا له هذا المشروع هذا ما يبيره كاميرات التلفونات لا يبيره كاميرات احترافية وخبرتي السابقة أنا في هالمجال هذا قلت له خلاص أنا راح أمسك المشروع وراح أكون وياكم في المشروع بس الموضوع راح يكلف طبعا استاذ يوسف بسكندر قال خلاص روح نطلق يعني ما يشضع عليه في الميدان التربوي ما يقصر حتى يعني الأمانة هو دافع مبلغ من جيبة الخاص نعم لأنه مبالغ تكلف يبنى الاستوديو يبنى كاميرات أجرنا كاميرات مصورين من بره يبنى هذون يبسون ما عندنا عندنا بالمدرسة طاقات عندنا طاقات من المعلمين نعم عندنا استاذ مصطفى المعتوق مثلا منتير ومخرج الله شفتي البرومو هذا ترشيه أستاذ محمود طاهر أيضا منتير وعنده برومو ثاني هم يمسوي قاعد نشتغل فيه راح نبث إن شاء الله اليوم يدعين نعم فعندنا طاقات عندنا بالعداد الامكانيات هذه كلها وفرناها حق الاستوديو على أساس يطلع بصورة حلوة حق الطلاب انتم حين قاعد تشوفون القناة موجودة على اليوتيوب لو ادشون لو اي حد يديش القناة راح يشوفك ان التصوير تصوير تلفزيوني ما نيوم ستوي قناة الرأي لكن تصوير حلو وراغي بحثنا الطالب يشوف المادة العلمية بوضوح يقراها يفهمها يسمعها نعم وهذا اللي نبي نعم يعطيكم ألف عافية صراحة أنتم قاعد تبدلون هذا المجهود الكبير علشان بس الطلبة ممكن أنهم يأخذون المعلومة ويستفيدون منها ويطورون من نفسهم وقدراتهم التعليمية هذا بحد ذاته شي جميل أستاذ ناصر هل جاهز يعتبر برنامج سهل وسلس في التعامل مع الطلاب هي يعني مثل ما أتفضل أستاذ حسين قناة اليوتيوب لا أعتقد أحد ما يعرفها الآن نعم نحن الآن في البداية قاعد يعني يدخل الطالب على المادة التي يبيها يعني نحن غطينا كل المواد الدراسية بجميع المراحل جميع المراحل في المرحلة الثانوية يعني العاشر والحادي عشر بقسميه أدبي وعلمي والثاني عشر بقسميه أدبي وعلمي من السهل أن يتوصل للطالب هو لينك بس يضغطه من خلال الموبايل أو من خلال الآيباد أو من الكمبيوتر ويشوف القناة أنا أحب أضيف شغلة يعني أستاذ يوسف بوسكندر لما طرحنا للموضوع قال لا أنا داعمكم والروح حق المنطقة التعليمية نحن عقل أستاذ وليد العموي مدير المنطقة والأستاذ الشكرية السعيدي مسي عليهم بالخير يعني هم كانوا داعمين حقيقين لنا بصراحة لتسهيل بعض المهام التي هي تدرين يعني نحن مو بس معلمين اللي قاعدين يشرحون معلمين ومعلمات فقالوا انطلقوا من خلال التواجيه الفنية وبالفعل انطلقنا ورحنا وخاطبنا المدارس وعطونا الخبرات القوية اللي موجودة داخل مدارسهم ممتاز يعني أنا أبي أضيف شغلة هذه العشرين دقيقة والخمسة وعشرين دقيقة وهذه للطلبة والطالبات أنا أوجه رسالة منها الحين أقول لهم شوفوا القناة وشوفوا الخمسة وعشرين دقيقة بعد ما تدرسون راح يعطونكم الخلاصة أنا أضمن نجاحكم من خلال الخمسة وعشرين دقيقة والأربعين دقيقة اللي قاعد تقدم كلام كبير هذا الضمان نعم يعني هذا كلمة أخيرة منك شور إذا انتبهوا حق الخطوط الرئيسية اللي قاعد يشرحونها المعلمين ومعلمات أنا أضمن لهم النجاح إن شاء الله نعم والتوافج من رب العالمين نعم أكيد أستاذ حسين نتكلم أكثر على التقنيات اللي يتميز فيها جاهز يعني أنت قتلي طورتها وايد من ناحية تقنية من ناحية تصوير من ناحية المونتاج وغيرها من الأمور كلمنا أكثر عنها والتفاصيل طبعاً نحن اللي استخدمنا أول شيء الكاميرات كاميرات معروفة يعني 5D نعم اللي معروفة حق التصوير وقال تعطيفه وقال تعطيفه في عندنا بالمنتاج استخدمنا أكثر من برامج احترافية برامج يستخدمونها أنتو الغنوات الفيناليكات أو الإديوس البرامج هادي الاحترافية حق عمليات المنتاج عندنا الحمد لله الناس متماكنين في هذا الموضوع هذا فالحمد لله أنت قاعد تشوفين المخارج التي تشوفينها كأنها وجود كاميرتين كأنها وجود كاميرا وإضاءات الاستوديو يمكن إضاءات ما عندنا لفوق عندنا لتحت ولكن على استاندات موجودة ولكن كلها كاميرات احترافية وكشفات احترافية الاستوديو ما شاء الله عليه المنقي الاستوديو أستاذ ناصر ذوقه بالاستوديو وإخراج الاستوديو وأستاذ محمد فتحي هو الاشتغال بالاستوديو زاه الله خير وكان يشتغل من الصبح إلى 12 بالليل من الصبح إلى 12 بالليل بشكل يومي خلال عشرة أيام خلص الاستوديو هذا بالكامل نعم تكلفت استوديو وكلفتنا مثلا المواد نعم أني على المنتاج لدينا فترة قصيرة كانت لما نخلص الاستوديو وشوي ضغط العمل نحن باقي فريق المنتاج باقي نحط نفراش في المدرسة وننام هناك صراحة كنا طوال فترات العيام اللي طافت التصوير كان الصبح بعدما يخلص التصوير عندنا ثلاثة أنا ويستاذ مصطفى ويستاذ محمود كنا نشتغل في عملية المنتاج فخلصنا موضوع المنتاج نقعد الساعة 12 بالليل اللي كانوا يمثلا الماك الكمبيوتر يأخذ المحمول يروح يكمل المنتاج في البيت واللي كان الكمبيوتر العود عندنا الشاشتين وقال نشتغل فيه بالدوام في يوميا هذا حملنا حتى الويكند يمع وسبت كنا نداوم في المدرسة لا يعدكي من العافية كل هذا ليش يعني ترى كل عشان عيالنا يعني ترى بالنهاية ليه في المدرسة عيالك ولا عيال أي أحد كلهم عيالنا نعتبرهم عيالنا عيال الديرة حابين نقدم شيء لهم خليس يفيدون مننا بالعكس نحن لمنين نشوف ردود الأفعال باليوتيوب والناس اللي تتواصلوا شيء فرح شيء فرح صراحة وهذا الشي ممكن قلت قبل فترة كنت أكلم مديرنا السادة يوسف إسكندر أقول له بو بدر كان هناك صداع وهي الفترة طافت بس من بدنا نزل حلقات نسمع ردود الأفعال هذه هذه مو إبرة بندول ولا لا فعلا هني خلاص بديت أنا ارتاح نحن ما نبي غير الكلمة طيبة من الناس والناس تستفيد بس هذا نبي كافي هذه القيمة التي تقدمونها للمجتمع نفسها أنتم تحاولون تتقفون عيالنا في المدارس والحين على ويهم الانتحانات هذه المادة وإن كانت مثل ما قلتها 20-25 دقيقة اشتغلتها عليها أنت وايد وتختصر وايد على الطلبة أكيد أستاذ ناصر في برنامج جاهز في المملكة العربية السعودية هل هناك ارتباط بين الاثنين نعم أول مرة هذه طبعا فكرة أو المسمة جاهز قاعد ندور اسم جاهز أو اسم حق البرنامج معارفين كنت قاعد بإستاذ يوسف بوسكندر فدش علينا واحد قال نحن جاهزين على أساس التصمير يعني نعم لأن نسمى جاهز لأن نسمى جاهز فما في ارتباط بيننا وبين المملكة العربية السعودية بس حلو الاسم وايد هذا اللي يجعل الشباب شوي أنهم يتشجعون أنه فعلا يكونون جاهزين لالامتحانات استخدامنا الكلمة هذه في البرومو لكي تشوفين أنا جاهز فصالت حلوة يعني واحد يسمع جاهز شنو جاهز صح لما يقول أنا جاهز وباختبار وماسك كتاب وهذا صحيح فرسالة توصل أكثر على أساس يكونون جاهزين إن شاء الله نعم أستاذ ناصر خلنت تكلم على عملية يعني ترتيب المواد اللي قاعدين تشرحونها هل في يعني ترتيب معين قاعدين تتمشون عليه ولا على حسب جاهزيتكم حلو لو تذكرين العام أنا ونهاية السنة ومقاعد فياتش وقلت لك عدد المشاهدات كانت هناك تعليقات على رداءة الصوت نعم وعلى رداءة الصورة وهذا لما إحنا اشتزناها إيانا هنا في بداية الأمر وضعنا ترتيب يعني مغاير للينا اشتغلنا عليه في البداية الترتيب اللي موجود في الشنل بالبلايلست تعتقد في البلايلست مرتب عندنا أيضا في تطبيق مناهج الكويت موجود مكتبة إلكترونية نعم أبليكيشن موجود يقدر يعني الطالب ينزل الأبليكيشن ويدش داخل الفيديوهات رح يلقى العاشر لهم موادهم الحادي عشر أدبي كل شيء مرتب مع البي دي اف مع السلايد اللي كانوا يعرضونه المعلمين والمعلمات اللي موجود نعم أستاذ حسين بالنسبة يعني ما كثير يستخدمون الطلبة حاليا برنامج جاهز الآن شوفي خلال الآن لغاية الآن الصبح كان 18 ألف الآن 28 ألف عدد المشاهدات موايون اللحظت الامتحانات حد حد نطرق بعد يومين خلت بدأ الامتحانات متوقعين لها أكثر وهذا الشيء بالعكس يسعدنا عندما نرى عدد المشاهدات بهذا عدد هذا لا والله خلاص بدأ ثمار العمل نحن عدنا نشوف ونشوف ونسمع تعليقات الناس نقرأ تعليقات الناس تعليقات حلوة تثلج الصدر صراحة يعني أنا أثناء ما كانوا يصورون المعلمين ومعلمات أنا تخصصي أدبي لما خرجت كنت لما تخلص المعلمة أو المعلمة أقول لها بدأت تفهم كيميا بدأت تفهم أحياء بدأت تفهم فعلا الطاقات قاعد يقدمون السهلة الممتنعة للطالب فعشان كذلك أنا قاعد أقول لك في بداية الحلقة يعني أن أنا أضمن نجاح لأنهم قاعدوا يعطون خطوط عريضة مع شرح مبسط لما الطالب يدرس في البداية ويحق المالتنا ويشوف الحلقة أو يشوف الأستاذة أو الأستاذ الذي قاعد يشرح يتوصل للمعلومة بشكل سريع نعم يعني نقول حق الطلبة يعني ليس تروح تشوف في اليوتيوب لأدرس قبلها علشان تقدر أن أنت تثبت المعلومة هذا أهم شيء علشان مو يروح ويقولون لا نقول شيء نقول إدرس ذاكر أفهم المادة بعدين هذا يصير مثل مراجعة حقك صحيح أستاذ ناصر هل راح يكون برنامج جاهز فقط لطلبة الثانوية ولا راح نشوف بعد في نسخة لطلبة المتوسط وغيرها نطمح يعني أن تكبر العملية نحن كمرحلة ثانوية يعني أنا مدير مساعد في ثانوية عبد الله أحمد وأستاذ حسين نحن نطلقنا من مدرستنا نعم أنا من خلال قناة الرأي أنا يعني إلى وزارة التربية شوفوا شغلنا يعني شوفوا التكاليف التي نحن نحن نحطها جدا بسيطة نعم سوينا طلبة الكويت كلها يشوفون نعم دعمونا شوي يعني بس ما نبي أكثر والله تستاهلون تستاهلون كالخير أكيد إذا حبوا الوزارة أن ننطلق بشكل أكبر للمتوسط ما عندنا مشكلة والعملية جدا سهلة لكن يريد لها دعم بسيط يعني يعني الله الله يزاء خير يعني أستاذ يوسف بوسكندر وهو ما يرضى طبعا تكلم نحن هالكلام لكن بصراحة يعني دعمنا مو بس معنويا حتى ماديا نعم أستاذ حسين إذا بنتكلم على الصعوبات والعوائق اللي واجهتكم في بداية المشروع الحمد للله يعني كل صعوب نحن مشكلة الوقت بس هذا اللي كان يعني كان صعوبة وتحدي صراح بالنسبة لنا أننا خلص بهل وقت هذا كانت الفكرة يمكن في البداية مع أستاذ إسماعيل مع أستاذ إسماعيل في الإعداد والتنظيم يعني الله يعيني ترى حتى وهو في البيت قاع يسوي التسارات والتسجيل وهذه الأمور هذه كلها الصعوبات مع الوقت كانت في البداية أننا نبث الحلقات قبل اختبار بيوم نسوي جدول وهذا نعم بالتعليقات التي صارت الأسناء الماضية يمكن أكمل على كرام أستاذ ناصر أننا قالوا لا نبي يوم قبل نبي أيام قبل الأساس يمكننا نذاكر يمكننا نشوف الحلقة يمكننا يمكننا نحفظ على الأقل الأشياء المهمة التي تتبري الاختبارات نعم فكان تحدي أن نزل الحلقات قبل فترة الاختبارات هذه هذه أصعب باجي الأمور سهلة كلها سهلة ومشت بسلاسة تعاون كبير صراحة أنا أحب أوجه تحية لجميع المعلمين ومعلمات التي شاركوا ويانا نعم في البرنامج أدوا مجهود كبير يعني يمكن في حلقات 25 دقيقة أو 50 دقيقة في عندنا حلقة تصورت أمس ساعة و 40 دقيقة غطت منهج كامل في الأحياء نعم فمجهود كبير مجهود جبار صراحة يعني وتعب طبعا يوم كامل تصوير في بعض المعلمين أو المعلمات شوي تأخروا في موضوع التصوير في تدري انتبارات التصوير التصوير يكون في إعادة في أبي بهالطريقة هذه أبي اللفة تصير صح على أساس تدري أنت كاميرا هنا وكاميرا هنا صح فالعمليات الإخراجية هذه شوي التعب بالهم كان طويل للأمانة أوجه لهم تحية وأقول لهم يعطيكم ألف عافية فما في هناك أي صعوبات بالعقس الصعوبات كلها اتيسرت الصعوبات المادية في حالها نعم بالنسبة الدعم ترى مطالبين شيء نبي كاميرات بس كاميرات وكشافات بس سهلة 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 ما سيبون كاميرات بس ما نبي فلوس نبي المعدات 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 بس هذه المعدات الستوديو موجود نقدر نستطيع نسوي استوديو ثاني ديزاين ثاني ما فيه مشكلة كلها نتحملها ما عندنا مشكلة بس المعدات تدري شوي تكلف صحيح يعطيكم ألف عافية أكيد مجهود طيب أستاذ ناصر المعلمين اللي قاعدين يبادرون أنهم يشتغلون في هذا المشروع تحديدا هل أهو تطوعا منهم طبعا طبعا كل المعلمين والمعلمات اللي موجودين واللي راح تشوفونهم في الشانيل على قناة ثانوية عبدالله ونحن يناهم في فترة اختبارات يعني اختبارات خارج الجدول كانوا يقدمونها ومع هذا كنا نضغط عليهم النيون وهذا العمل تطوعي 100% أرجع مرة ثانية أقول لك أننا العام يعني واحد من المعلمين التوقع اللي حط في المراجعة يعمل 95% 95% يعني كل امتحان وراني المراجعة وراني الاختبار احنا اصلا بعد ما نسوي هذا الشغل اللي سوينا راح نطالع كل معلم ومعلمة شو اللي شرحت شو اللي ياملنا بالاختبار اي وهذا اللي احنا نبي يعني حق طرحنا نبي العنب ولا نبي الناطور نعطي زبدة حق الولد صحيح هذا اللي يبي ونقضي على الدروس الخصوصية اللي خلت كاهل المواطر الكويتي بصراحة مدرس داش مدرس طالع صحيح نقضي عليها بطريقة يعني تكنولوجية صحيح وشو نحل من التكنولوجيا الحين كل الطلبة عندهم تليفوناتهم عندهم الايباد وما يهدونه من يدهم حلو انه هو يقضي 25 دقيقة من وقته علشان يشوف هذه المراجعة كل الشكر لكم على هذه الجهود الطيبة اللي قاعد تبذلونها شكرا لك استاذ ناصر النعمة مدير مساعد مدرسة عبدالله الأحمد الصباح الثانوية وأيضا شكرا لك استاذ حسين باقر مدير مساعد مدرسة عبدالله الأحمد الصباح الثانوية على تواجدكم معانا اليوم شكرا لكم مشاهدين احنا وصلنا الى ختام حلقتنا نلقاكم على خير ان شاء الله في حلقات اخرى وفي نفس الموعد فما الله